طيب بمناسبة برضو الأهل والمحترفين الحياة الجمهورية فيها كان تقرير بيقول سقط حمراء في عقد أجيه وبرامدز ينتظر وبيقول تقرير الجمهورية تحاول الإدارة الحمراء الخروج من سقط جونيور أجيه لعب الأهل الذي يطلب الحصول على 900 ألف دولار رغم خروجه فعليا من حسابات الفريق بالتعاقد مع ميكسوني وبرستاو إلى جانب السلاسة على المعلول وبدر بنون وآليو ديانج الجمهورية بتقول كان الأهل يتعامل مع أجيه بلوايح الاتحاد المصري التي تسمح له بوضع اللاعب ضمن قائمة الانتظار لكن هذه اللائحة ليست من بنود الفيفا وهو الأمر الذي يجعل اللاعب في موقف أقوى ويستطيع الحصول على كافة مستحقاته بعد اللجوء للمحكمة الرياضية وسيكون الأهل مجبرا على دفع كامل العقد لللاعب مع الانتقال لأي نادن داخل مصر خاصة وأن لوايح الاتحاد الدولي دائما ما تميل في صالح اللاعب فيما يتعلق بمسألة المشاركة واللعب وهو ما يجعل أجيه قريبة من بيرامدس أو الزمالك في يناير مبدئيا الزمالك المحكمة الرياضية الدولية النهاردة أيدت عقوبة ناد الزمالك اللي وقعها الفيفا بحرمانه من القيد فترتين فاحتمالية الزمالك في الموضوع أجيه برى الحسابات يبقى الكلام على بيرامدس أولا يبقى الكلام على فكرة قيمة الانتظار وهل الفيفا يمنعها أو يقرها أنا ما عنديش معلومة في الجزئية دي ما عرفش إنما اللي أعرفه برى ما فيش حاجة اسمها قيمة يعني برى الموقف مش وارد الموقف إنك بتأيد كل اللي عندك طالما إنك بتتديره إن شروط القد بتاعت الانتحاد المحل يعني عايز أقول إيه برى أنت عتستند على إيه المعيار الدولي ما فيش قيمة المعيار إنك إنت اللعيب إنت متعاخد معه بتديره حقوقه بتسمح له يتدرب خلاص هو بياخد حقوق لكن إنت عشان بتعمل قيمة فأنت عملت معاها نظام خاص بيك اللي برى القيمة يبقى برى وأنا أعتقد إن دا اللي خلى الاتحاد المصري يتنبه ويعمل قيمة الانتظار إنه هو إزاي أنا بقول للأندية بتاعتي وبضعفها تجاه تعاقداتهم مع اللعيب الأجانب وأنا مقيده بقيمة يعني لو في قيمة بتسمح بستة أجانب القيدة مش موجود برى أجايح هتساجل ولا مش هتساجل هتساجل إذن اللي منعك إيه القيمة اللي إيه هي إيه المحلية اسأل السؤال البقى اللي صح إذن قيمتك شروط الاتحاد المصري لا 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 حيتك المحلية حالت دون قيده إذن مين اللي بحيل المشكلة الاتحاد المصري لا حيتك المحلية قصد أقول إيه القيد وعدم القيد هنا يعني أنا لم محامي النادي الأهلي هتلعول كده أنا اللعيب عايز أستفيد منه عايز أستفيد منه يحول دون الاستفادة منه اللايحة أو نظام بتاعي ولذلك النظام بتاعي أتح لي فرصة عشان لأهدر أموالي إن أحطه على قيمة الانتظار وهو متعند في الانتقال إلى أي نادي آخر وأنا بقوله أنا مستعد أدي لك جزء بس تروح نادي وأعتقد كمان إن في حاجة مهمة أستاذ إبراهيم هل الاتحاد الدولي هنا برضو دي عايزين إجابة عليه بيطلق فكرة إنك تاخد عقدك بالكامل وتاني يوم تروح تلعب في حدة تانية ولا إنك بتاخد عقدك لحد ما تتعاقد أيوة ده المنطقة أنا سألت النهاردة هذا السؤال لحد المفروض انهيده في اللعبة فجاوبني قال لا لحد ما يتعاقد معاي حتة تانية بس هو رافض إذا رافض خليك معايا هعملك إيه ولو وتيح علي إن الاتحاد يقول ستة أجانب أو يزود للعيش حلعبك الحقيقة يمكن ده ما حصلش لأي لعيب مع النادي الأهلي أو مدرب إلا جونيور أجيه وجونيور أجيه لأنه لقى ناس تلعب في دماغه ولقى ناس تحركوا في هذا الاتجاه والجمهورية تتكلم على بيرامدس وإحنا تكلمنا على بيرامدس وقلنا القائمين على هذا النادي يستهدفون النادي الأهلي بوضوح هو اللي عايز يستفيد منه هو اللي عايز يستفيد منه أستاذ برايم إيه اللي يخليه عدو 16 لا ما عايز ياخده ببلاش بقى يعني جزء منها إقاع الدرار بالأهلي يعني فيها أمور شخصية وليلة أوي أوي مش عارف أنا يعني الحقيقة ما أنا الأوان بقى أن الدنيا تتضبط شوية يعني أنا كل دا ليه لو أنت عندك النظام المالي السليم أو الشفافية وده دور اللجنة بقى اللي جاية تتضبط لنا النواحي المالية دي شوية تتضبط شوية